وامبارح كنت بتكلم على الإجراءات الاستباقية اللي قامت بها أجهزة وزارة الداخلية خاصة الأمن الوطني في الإقضاء والقبض وتوقيف خلية إرهابية بتستخدم الإنترنت وسيلة لإثارة الفوضى في البلاد النهاردة تاني بتستمر جهود وزارة الداخلية على قدم وساق فين؟ مختلف مدريات الأمن الأجهزة بتواصل جهودها تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقع على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الرأي والصرف كل من هب ودب كل واحد عنده سطوة كان بيحط إيده على نهر النيل كل واحد عنده إمكانيات عنده وسطة بيمارس فساد وهناك من قام برد من نهر النيل وإقامة قصور وكله هيجي كله هيجي تاني في هذا الوقت ما فيش حد فقراص ريشة في كل عمو مصر والدليل ومفكرون أقولها لكم ما جرى في حي المنتزة وفي كبين المنتزة ما فيش حد كبير اشتركوا في القناة